السؤال الأخير يا أبو بكر له علاقة بمشاركة الفيلم في الأوسكار اه احنا يعني مصر رشحتنا ان احنا نمثل مصر في جائزة الأوسكار لأحسن فيلم أجنبيه لسه بقى دلوقتي السكة طويلة لان احنا هناك لازم طبعا فيه 80 فيلم في العالم كله يترشحوا يعني كل بدأت رشحت فيلم بتاعها ولازم بقى يصفوا على 5 في الآخر فلسه بقى سكة طويلة واحنا شغالين مع الموزعة بتاعنا في أمريكا نحاول نعمل كامبين نوصل الفيلم دا للناس هناك والكامبين دي المين يعني موجهة المين للأكاديمي مامبرز الناس اللي هي بتصوت على ان الفيلم دا يخش في آخر خمسة في الشورت لست يعني دول بيبوا خمس تلاف شخص من السينمائيين والمتجين وهم بيتفرجوا على الأفلام كلها او مفوض تفرجوا على الأفلام كلها احنا شغلتنا نحنا نوصل فيلم دا ليهم انهم يعرفوا ان فيه فيلم موجود زي يوم الدين ويتفرجوا عليه ويصوطوه يخش في الشورت لست دا هيبقى امتى يعني مفوض في ديسمبر هيكون فيه اول نتيجة وبين فيه نتيجة تانية في يناير فربنا يسهل ان شاء الله تتوفقوا مش بس في التصفيات دي انما تتوفق يا وكر ان انت لغتك السينمائية الراقية دي ان انت تقدر تحققها في منتج واثنين وثلاثة لانه الفيلم اللي هيتعرض او يوم الدين ما هوش فيلم عن الفقر ما هوش فيلم عن المرض هو فيلم عن إنسانيتنا فيلم عن روحنا فيلم عن الرحمة والحقيقة ما فيش مجال على بالنسبة لوحدة زي ان احنا انه ينظر له بنظرة دائية جدا انه شوفوا مصر فيها ايه لا الرحمة واللا رحمة موجودة في العالم كله التفاهم واللا تفاهم موجود في الكون كله انا بتكلم على لغة السينمائية راقية الحدوية دي ممكن تحصل في اي مكان في اي حتة في الدنيا بنفس المشاعر لان في النهاية احنا نفس البني ادمين بس بقطع الطريق على اللي هو ديولك تشويه صمعة مصر مسألة ابعد عن كده من كده بكتير شكرا